أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس أريد أن أواصل حديث عن قيامة يسوع المسيح هذه القيامة تعتبر معجزة المعجزات تعتبر تاج معجزات المسيح فالقيامة هي حجر الزاوية للإنجيل وهي تعبير على أساس إيماننا المسيح يرتكز إيماننا المسيحي على قيامة يسوع المسيح وأيضاً تبرهن يسوع المسيح وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بحسب رسالة روميا الإصحاح الأول والآية أربعة أيضاً القيامة تعلن تعبر عن مصداقية المسيح فإذاً كل ما صرح به المسيح يعتبر صادقاً عندما قال أنا هو خبز الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القيامة والحياة تمم كل شيء وقيامته هي كان الختم هي كان التأكيد المصداقية الشرعية والتأكيد على كل ما صرح على كل ما تكلم به يسوع المسيح فإذن القيامة تعطي المصداقية أيضاً لرسالتنا رسالة التلاميذ رسالة أتباع يسوع المسيح بتعطي القوة وبتعطي المصداقية لأنهم رأوا المسيح حي لمدة أربعين يوم وهذا اندل على شيء بدل على أن القيامة هي القلعة الحصينة التي لا يمكن أن تتزعزع مهما كلف الأمر فهو موضوع الكرازة محور الرسالة والإرسالية المسيحية قيامة يسوع المسيح كانت في مخطط الله تتميم النبوات بل أقام يسوع نفسه خلينا أسترجع الذكريات شوي المسيح مات فعلياً على الصليب بكل معنى الكلمة وطعن بالحربة وأنزلوا الجسد ووضعوا الكفن المقدس ومنديل على رأسه ثم وضع في قبر جديد منحوت في الصخر ودحرجوا حجر عظيم ووضعوا الختم الرماني وأيضاً كان في حرس رماني يحرس باب القبر يوم الأحد باكراً حدثت زلزلة وفعلاً الملاك دحرج الحجر وعندما جاءت النسوة باكراً النساء ومريم المجدلية شافوا أن الحجر مدحرج وأخذوا الرسالة من الملاك لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات ليس هوها هنا لكنه قام فإذن المسيح مات فعلياً ولكنه قام بالجسد بقوة الروح القدس وبقوة الآب وبقوة نفسه أقام نفسه من الموت اشتركوا في القناة